بعد أن لم تفلح الظروف معه ليمارس هواية الطفولة حول منزله المتواضع في مدينة النجف إلى متحف صغير من خلال جمع المقتنيات عن طريق شرائها من سفره المتكرر خارج البلاد وإلى محافظات العراق يوسف عكار المواطن النجفي الذي قرر إنشاء متحف منزلي حرص فيه على جمع الطوابع والأسلحة النارية والعملات النادرة ليستقبل فيه الزوار من داخل وخارج المدينة حتى يشاهد مقتنياته التي قام بجمعها طوال السنوات سنة 73 فعندي رغبة وعدي نظرة للأشياء الفنية والأشياء الحلوة فقمت أقتني وأعتني بالسبح بجمع السبح والطوابع والعمل الورقية والحديدية وقمت أشوي معارض بيتي صغيرة ما يتضمنه المتحف بين أرويقته من تراثيات نادرة دفع العديد من الشخصيات العراقية والنجفية لزيارته لا سيما في شهر رمضان الأمر الذي دفع عكار إلى تطوير هوايته التي بدأها منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن نمت عندي هذه الفكرة قمت أقتني التراثيات القديمة حتى وصلت إلى الأسلحة مقتنيات متحفي يوسف عكار ضمت بنادق يعود تاريخ صنع البعض منها إلى أكثر من 120 سنة نهيك عن الأدوات القديمة التي كان يستخدمها المواطن العراقي قديما والمواطن النجفي بوجه خاص وعلى الرغم من عدم تقديم الدعم لصاحب المتحف إلا أن مسؤول القسم الثقافي في محافظة النجف أكد أن المتحف يستقطب عددا كبيرا من الزائرين لكونه شاهدا على أهم أدوات وأسلحة ثورة العشرين في العراق المتحف يوسف عكار أعتقد من المتاحف التي أسست لتوثيق تراث ثورة العشرين وأنجزت الكثير من هذه المعالم التي يحتاج لها المواطن العراقي بشكل عام وهذه التجربة موجودة في عدد من الدول العربية التي شاهدتها ولكن ما يفرق بين هذه المتاحف هي اهتمام الدولة براتبه التقاعدي البسيط استطاع يوسف عكار أن يجعل متحفه يستمر برغم عدم توفر الأموال اللازمة لشراء العديد من الأشياء المهمة لا سيما وأنه لا يتقاضى أجر دخول من زوار متحف لكنه يأمل أن يحصل على دعم لاستمراره أكثر ليكون شاهدا يظهر عمق محافظة النجف في التاريخ وما تحمله من إرث كبير